السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائيه طلبات وطالبات الصف الثالث العدادي موعدنا النهار دا ان شاء الله تعالى مع حل مرحب كتاب المعاصر اويك اذا نخف عشرين اربعة وعشرين مداية من بيج فورتي تون ان واربعين اختبارات تراكمية على طبعا يونت وان تو وثري نبدأ باسم الله فنيش ذا فولوينج ديالوج اني المحادثة التالية بتوين احمد والافيثر الضابط احمد ايه ريبارتينج اثيفت فيه هنا حرف الاي طبعا يعني احمد يبلغ عن سرقة يعني اه سرقة لص محفظتي بينما بينما كنت على الحافلة الاوفيثر سأل سؤال فارد علي احمد قال له يعني كان سمين وقصير وكمان ذو شعر طبعا اصفر يبقى هنا بيسأل عن المظهر عن الشكل ممكن اقول يعني اه اه طبعا ما شكله وممكن اقول طبعا برضو ما شكله ما فيش مشكلة عشان كنال في الماضي فهو طبعا فهو طبعا كان سمين وقصير يعني كمان بشعر اصفر بعد كده الاحمد قال له الاوفيثر سأل سؤال احمد قال له كان يرتدي بنطال جينس اسود وكمان قميص طبعا ادرك فطبعا هيقول له ماذا كان يرتدي اذا تستفهم ما او ماذا كان الفاعل المساعد واز يطلع زي ما هو والفاعل والفاعل المضاف القوية ان جيد كلام في المدارة طبعا الماضي المستمر العزرا ماذا كان يرتدي ماذا كان يرتدي كان يرتدي منطال جينس اسود وكمان تي شيرت ادرك ماذا كان يرتدي وقاله طبعا كان يرتدي منطال اه طبعا اسود وقميص ادرك بعد كده طبعا الاوفيثر قال له ماذا متى حدث هذا ممكن نقول يستردي ممكن نقول في طبعا الثانية تماما الاوفيثر قال له طبعا ممكن نقول اي مكان ابص على الفاعل وانزل بالفاعل في المصدر واقول طبعا اين والمكان اي مكان وما حديتش معايا في الضائرة والمحدثة بعد كده عندي الاوفيثر الضابط قال له write your personal information and i call you يعني اكتب معلوماتك الشخصية وسأتصل بك طبعا احمد يقول له thank you او يقول له ok او ممكن يقول له sure بالتأكيد عندي قطع بيقول لي read and complete the text with words from the following list نرى نكمل بالكلمات اللي في المص القائمة التالية عندي get يحصل على او يصل we opens يفتح comfortable مريح nearby قريب او مجاور we see يرى صورة التصريف التاني من A من C بيقول لي I am looking forward to our trip to Giza zoo يعني انا اتطلع لرحلتنا الى حديقة الجيزة عايز يقول لي يعني انها تفتح في التاسعة طبعا اي ام صباحا and it takes about an hour to space يبقى انا اتطلع لرحلتنا الى حديقة حيوان الجيزة انها تفتح يبقى number one opens تفتح في التاسعة طبعا صباحا and it takes وكمان يستغرق حوالي كم about an hour ساعة طبعا للوصول عايزي حاجة اللي اسمها للوصول يبقى to get يبقى number two get there هنا buy car بواسطة A السيارة the zoo is very big and there is lot to space الحديقة وحديقة الحيوان كبيرة جدا وكمان هناك الكثير يبقى two زائد المنظر يبقى c محتاج number three c make sure to see make sure to get that you wear نكا ترتدي طبعا comfortable shoes يعني حذار مريحي number four comfortable بعد كده طبعا اجيب لي برضو read the following text يعني اقرأ طبعا التالي then answer the question وكمان اجيب عن الاسئلة I went to the market with my elder brother يعني ذهبت للسوق مع اخي الاكبر I bought a microwave as a present for my parents كمان يعني اشتريتوا microwave كهدية لوالدي they weren't very happy with it يعني طبعا لم يكونوا سعيدين بذلك it looked good in the kitchen يعني هي بدأت يعني اذا يقول ان طبعا هم كايش سعيدين بذلك يعني هي للشئدة بدأ طبعا بدأت جيدة في المطبخ يعني شكلها بقى كويس في المطبخ but it didn't cook very well ولكنها طبعا لم تطبخ بشكل جيد it was horrible يعني لقد كان فضيعا يعني طبعا سيئا so لذا او لذلك I sent it ارسلتها back and I bought a different one يعني طبعا رجعتها ارسلتها واشتريت واحدا مختلفا طبعا ايه my older brother اخي طبعا الكبير او اخي الاكبر كريم my older brother كريم was very excited because he bought a new phone وكان متحمس جدا طبعا لان اشتريت طبعا هاتف ايه جديد also ايضا ايضا I put the speaker as a present for him وكمان اشتريت له هذه السماعة كهدية له بعد كده it was very easy to use يعني طبعا اه هو طبعا اشتريت له كهدية ولقد كان من السهل جدا طبعا استخدامه he can use it to play music يعني طبعا هو استخدمه اه يعني استخدمه طبعا لتشغيل الموسيقى او ايه او لعسف الموسيقى there is only one problem with it يعني برضو هناك مشكلة واحدة فقط بها فيها مشكلة طبعا our parents والدية think بيعتقدون ان طبعا انها ايه it's loud انها طبعا صقيبة او زات صوت عالي beige 43 43 بيقول لي طبعا too loud يعني زات صوت عالي جدا kareem promised يعني طبعا وعد كريم promised يعني وعد he would he wouldn't make noise وعد كريم انه لن يحدث ضوضاء لن يحدث ضوضاء يعني صوت عالي مش طبعا صوت مزعيد my younger brother احمد wasn't happy as i to buy him a tablet يعني اخي الاصغر احمد لم يكن سعيدا لانه نسيته انا اشتري له طبعا ايه اللي هو التابلت الكمبيوتر اللي هو الايه العسران التابلت الو الكمبيوتر اللوحي he likes playing games so much وطبعا بيحب يلعب لعلعب كتير جدا i came back again to buy him one يعني انا طبعا عدت مرة اخرى لاشتري له واحد عدت مرة ثانية لاشتري طبعا ايه له واحدا بعد كده choose the correct answer from ebc or d the writer's brother bought space يعني يعني يعز يقول ان شقيق الكاتب اشترى طبعا فون هاتف the writer's brother bought a phone هاتف السؤال number two the underlying pronoun it refers to الضمير المسطر اللي تحته خط بيشير طبعا the speaker اللي هو المكبر الصوت دامي خلال طبعا الناس اللي استماع بعد كده السؤال number three the younger brother was الاخ الاصغر كان طبعا كان انهابي غير سعيدي بقى طبعا ساد يعني حزي بعد كده السؤال answer the following question give a suitable title for the passage يعني اعطى عنوان مناسب للقطع ممكن نقول a kind person يعني الشخص طيب انه طبعا اشترى الوالديه هدية واخوته طبعا اخيه طبعا اخوص صغير اشترى له طبعا تابلت كمبيوتر لوحي يعني سؤال number five how can you infer from the passage that the writers is a kind person يعني بيقول لك استدل طبعا من القطع يعني ان الشخص طبعا او اشر كلمة infer هنا معناها اشر كيف يمكن ان نشير from the passage من القطع ذات ان الكاتب is a kind person يعني كيف نستندج من المقطع ان الكاتب شخص طيب طبعا هو اعطى he gave many presents to his family اعطى الكثير من الهدايا لعيده سؤال number six is summarize the passage in a few sentences يعني لخص سامرايز لخص القطع طبعا في جمل قليلة او اختصر المقطع في جمل قليلة the kind man الراجب الطيب بتشترى many presents to his family member طبعا لأفراد علته يبقى ثاني لخص القطع the kind man انت ممكن تكتب اي حاجة تانية بممكن تقول هنا بردو the kind person يعني او رجل الطيب بتشترى many presents يعني كثير من الهدايا to his family member لأفراد عائلته بعد كده عندي to the correct answer from a,b,c,or,d the synonym of politely يعني طبعا مؤدب او بطريقة مؤدبة هنا المراد الفتاحة هنا kindly معنى طبعا طيب او عطوف طبعا هنا معناها طبعا بحماس impolitely يعني طبعا بطريقة غير مؤدبة بصعوبة او طبعا بجد يبقى الحتة دي تاني يعني عزم راضف بأدب اللي هي kindly اللي هي بلوت في يعني ما دي هاردلي معناها بالكاد او بصعوبة يعني غير مؤدب وهنا معناها طبعا بحماس هي عجابة صحيحة دي kindly بتسبيها طبعا في المعنى number two the place where المكان حيث you can see beautiful fish a is a or an المكان الذي يمكنك ان ترى فيه ثمك جميل هو طبعا بيكون الاكواريام مدحف الاحياء المائي اما بوتينيكال جاردن ديت طبعا اللي هي الحذائق النباتية بنك بنك وقفيل اللي هو طبعا البنك اللي عزرا الكفيل اللي هو المقهى يعني ثم بعد كده السؤال number ثري مصر تمتلك او لديها ماكن جذابة او رائعة they are not مش هي طبعا مش قبيحة يبقى they are not ugly مش قبيحة اما friendly ودود we beautiful جميل interesting معنى شيق او ممتعن بعد كده السؤال number four the prefix البادئة can from يمكن ان هي تكون the antenna اللي هو متعد او عكس of usual عادي اللي هي unusual غير عادي اللي هي البادئة كلمة اضاف او حروف تضاف للكلمة the ax طبعا عكس كلمة usual عادي اللي هي غير عادي او نقيد كلمة usual اللي هي unusual سؤال number five we add the suffix نحن نضيف اللاحقة to space to get لكي نقصد على the noun from the world engineer كلمة engineer معنى طبعا مهندس يبقى نحط له ing اصبحت طبعا الهندسة اللي هي engineering سؤال number six السؤال number six بيقول لي طبعا او الان space is something you can make when you are unhappy about a product order complaint ودي الاجابة الصحية form we delivery للحصول على طبعا عذرا يعني عايز يقول لك ان هو شيء اه الشيء ده بتفعله عندما تكون غير سعيد بشأن اه بشأن طبعا منتج يعني دي complaint اللي هي طبعا شكوى شكوى بتكون شيء انت طبعا بتعمله عندما تكون غير سعيد بشأن هذا المنتج border طبعا اللي هو يعني الطلب we complaint اللي هي شكوى و form معناها طبعا اللي هي طبعا يعني اللي هي استمارة و deliver اللي هي التسليم طبعا و هكذا عندي بيش 40 فولار باور بين complete the sentences with the correct form of the word in brackets سأملأ الجمل بالصيغة الصحيحة للكلمات اللي بين الأقواص أحمد travel to Alexandria طبعا عندي الأجازة بتغطى حرف الجر on يعني الاجازات days of the week on Monday on Wednesday وهكذا طبعا Parties of the body Parties of the days اللي هي فترات اليوم on Tuesday طبعا on Saturday mornings طبعا التواريخ day on on November كمان في عياد الميلاد on my birthday day on Christmas day كمان في أيام الأسبوع on Friday وهكذا طبعا يبقى on طبعا بتستخدم مع أيام الأسبوع وفترات اللي هو مع الأيام وفترات اليوم يعني والتواريخ والأيام المميزة اللي هي special days يبقى on holiday طبعا أجازة بتغطى حرف الجر on number two سالمة طبعا مفرد بقى doesn't على طول ده مدرع بسيط بقى سالمة doesn't come to school late يعني سالمة يعني طبعا إيه لا تأتي إلى المدرسة متأخرة الفاعل doesn't الفعل في المصدر السؤال number three وطبعا الكلام ده في الماضي past continuous الماضي المستمر الشيب طبعا نحاول is إلى what was she down yesterday evening يعني طبعا عزي يقولك ماذا كانت تفعل في مساء أمس بعد كده سالمة number four زي شوف المحلات المحلات جامع ب R gone to ذايد الفعل في المصدر يعني المحلات طبعا ستغلق يوم الجمعة وممكن نستخدم طبعا news two طبعا المحلات اعتادت أن تكون طبعا مغلقة on Friday ممكن نستخدم على طول قاعدة used two في المصدر زي شوف المحلات R gone to be closed on Friday يبقى هنا R شوف المحلات جامع يبقى المحلات ستغلق يوم سوف تغلق يوم الجمعة تكلم على المستقبل سؤال number five the parameters are usually الأهرامات عادة طبعا ذا مبني المجول هنا P a mini tourist بواسطة الكثير من السياح يبقى هنا الفاعل طبعا عندي هنا آآ جامع المفعول عزرا وبعد كده and is R وتصريف الثالث للفاعل ذا مبني المجول في المدرع البسيط تصريف الثالث اللي عندي visited الأهرامات are usually visited عادة ما تزار by mini tourist بواسطة الكثير من السياح عزولي الأهرامات ديت يعني تزار آآ من قبل السياح آآ بعد كده طبعا بيقول لي اكتب بارغراف عن a review of a place you visited and never forget يعني مقال مقضي لمكان زرته ولم تنساه مكان زرته ولم تنساه تكلم عن مكان طبعا review 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 مقال نقدي مقال نقدي مقال نقدي هنقدي حديقة الايه لأرمان هنقول طبعا اتطلع زيارة حديقة الايه لأرمان هايا لكي فورو نتطلع هذا طبعا يقبل من الفيلم دفعين جيبا نتطلع نتطلع ليز يورد ايه الأرمان 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 أقول إنها في الجيزة إنها في مدينة الجيزة إنها في مدينة الجيزة وإتس إن جيزة كما أعتقد إن من المسير للاهتمام الزهابي لا هناك أعتقد 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 إن إبآث جيزة أعتقد تبعاording من المسير الاهتمام بل إيه إن مُسير الاهتمام إنت وطبعاك تروح先 المصير الاتمام الزاب إلى هناك يبقى to go there to go there كمان هنقول ان الحديقة ديت كبيرة جدا يبقى the garden الحديقة the garden is بتكون very big كبيرة جدا كمان وفيها الكثير لرؤيته and there is there is lots انك الكثير to see لرؤيته كمان هنقول ان احنا برضو انت يمكنك رؤية الزهور والنباتات البري you can see wild flowers flowers كناك رؤية طبعا الزهور والنباتات flowers and plants and plants and plants والنباتات هنقول طبعا برضو هناك ايضا بحيرة صغيرة يبقى there برضو there is there there is also يعني ايضا a small lake a small lake يعني بحيرة صغيرة كمان ومتحف and museum and وكمان ايه متحف بحيرة صغيرة ومتحف هنقول كمان انا وعائلتي ذاهبون الى هناك مسلا اي يوم فيهم الاسبوع انا وعائلتي بحيرة صغيرة ومتحف my family and i and i بحيرة انا وعائلتي are جامعة طبعا going there ذاهبون الى هناك on وليكم friday يوم يوم الجمعة كمان هنقول اعلم ان بستاني فرنسي مشهور ذرع هذه الحديقة في القرن 19 اعلمي باي know اعلم ان that i know that اعلم ان a famous a famous french a famous french gardener بستاني بستاني فرنسي مشهور اعلم بستاني فرنسي مشهور ذرع planted planted ذرع هذه الحديقة this garden هذه الحديقة in the 19th century in the في القرن 19 century 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 في القرن الايه التسعتاشر اه طبعا i know i know that اعلما ان a famous french gardener بستاني فرنسي مشهور planted زرع this garden هذه الحديقة in the 19th century في القرن التسعتاشر كمان هنقول تحمي الحديقة العديد من النباتات والأشجار المهمة والكلام ده برضو ازاي the garden الحديقة the garden الحديقة protects protects بتحمي mini الكثير الكثير من النباتات المهمة يبقى important plants النباتات الايه المهمة وكمان الاشجار الاشجار والنباتات الايه المهمة هنقول اتطلع لرؤية النباتات والاشجار والزهور هنا اتطلع احنا قلنا i am looking forward انا اتطلع لي to تجل فيلم دفع يبقى c طلع طبعا لرؤية النباتات باسين plants ويت نباتات وكمان فاصلة كده الاشجار trees ونشر للمكان بكلمة ممكن نكمل and flowers there and flowers والزهور هناك كمان هنقول برضو هناخد الحافلة الى هناك او بيسألة هناك هنقول الكلام ده ازاي برضو هنقول we are taking هنأخذ نأخذ الايه the bus لوتو بيس to go there to go there للزهاب الى هناك كمان برضو هنقول it اتكلم عن الحافلة it leaves انها تغادر وليكن مثلا ايه nine am كمان برضو هنقول ان هي تستبرق او تأخذ مثلا ايه اه تستبرق الوصول الى هناك نصف ساعة يبا الكلام نقوله ازاي it takes takes half ونص الاوبعة كده اللي علامة بتاعتي half وممكن an hour half an hour an hour حوالي نصف ساعة it takes half an hour حوالي ايه حوالي نصف طبعا ايه ساعة للوصول هناك يبقى to get there الوصول لهناك ممكن ممكن كمان نقول حاجة تانية برضو ايه هنقول اللي انا عايز نشوف او اود رؤية الظهور البرية اولا يبقى i'd like i i would like انا اود to an see aura اللي هي اللي احنا نقول الورود البرية اللي هي the wild flower the wild flowers اللي هي الورود البرية يبقى i would like to see انا اود ان ارى the wild flowers الورود البرية طبعا ايه اولا هي ممكن نكمل ونقول مثلا ايه first بعد كده هنقول ان هما يبدو مثيرين للاهتمام جدا يبقى هنقول الكلام ده يبدو ازاي يبقى they مجابعة طبعا look they look very يبدو انه they very look they look very interesting for lunch لتناول الغداء او ممكن نقول or we can يمكن طبعا ناخضر الطعام معنا يبقى bring we can bring انه كان بيجي بعد من الفعل في المصدر food الطعام for us لنا يعني يمكن احضر الطعام لنا يمكن احضر الطعام we can bring for food for us كمان ممكن نقول حاجة تانية يوجد ايضا مدجر جميل ده نقول الكلام ده there is there is يوجد المفرد there is also يعني ايضا lovely shop محل جميل او متجر جميل shop يبقى lovely shop near بالقرب من ايه near the garden بالقرب من الحديقة the garden الحديقة هنممكن نقول بالقرب من الحديقة التي تبيع الفقار موجود تبقى cells يعني تبيع poultry ده الفقار and jewelry اللي هو طبعا الايه المجوهرات في النهاية طبعا هنختم هنقول in the end in the end في النهاية فاصلة كده هنقول الجميع يجب علي ان هو يزور حديقة البرمان لانها طبعا جميلة او نظيفة يبقى نقول الكلام اللي حديقة الورمان لانها طبعا جميلة جدا او لطيفة جدا لطيفة جدا ممكن اكون وصلنا نهاية الفيديو اتمنى يا رب الفيديو ينهي على العجابكم وشكرا ومشاهد السلام عليكم ورافض الله لطيفة جدا